رضيلة الشيخ وفقكم الله الأم إذا لمست أو إذا مست عورة طفلها عند تنظيفه فهل ينتقض وضوءها؟ نعم إذا مست الفرجين القول أو الدبر مباشرة من غير حايل ينتقض وضوءها نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة